أولاً في اتفاقية وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية فهو يوم أسود في تاريخ المملكة الأردنية الجمية وأنا بطلب من الوزراء اللي وقعوا على هذا الاتفاقية تقديم استقالاتهم كما أطلب وهو استعمار جديد سيطرة على مرافق الدولة بمجموعية أنا أطلب يا سعاد الأخ من إخواني مجلس النواق أن يعقد جلسة ومذكرة لبحث موضوع هذه الاتفاقية التي تعتبر عدوان على الدولة الأردنية ووجودها وسيادتها وتلخف واضح إذا أهم من كل المواضيع هذا موضوع مهم جداً ولا بد أن نقدم مذكرة وأدينا وبأقصى درجات الغيظ ويدين موقف الحكومة من ذلك أما موضوع المادة الأولى فإلي ملاحظة أول رواد الفضاء يا سعاد الأخ صعدوا إلى القمر وعادوا خلال 12 يوم هذه الاتفاقية تم إلغاه من أربع سنوات أربع سنوات تأتي إلى مجلس النواب الآن معقول اتفاقية تتعلق في الثروة الطبيعية ومواردنا وأموالنا تبقى أربع سنوات لم تعرض على مجلس لا هي موجودة في المجلس يا سيد ما أقول ليش لم تقرب أنا أربع سنوات إذا الحكومة قسرت هذا شأنها أما إذا كانت موجودة في مجلس النواب فهذا أخطر أخطر هي موجودة في مجلس النواب من 2017 يا سيدي أنا أقول أربع سنوات موجودة في مجلس النواب نعم لا يجوش ولا يفوتني يعني اسمح لي أن أقول الحمد لله على السلامة لأخو Guard Faisal يا أخوان زمراء خلينا نسمع بعض محمد العلاق هذا المجلس يتحمل المجلس الحالي بسؤولية تقديم المذكرة لك حق الحديث وأنت لك الحق في أن تتحدث لاعقا هذه التفاقية كانت في الستة وتسعين لكنها ثبتت وصردت قرار مجلس وزراء وصدرت إرادة ملكية سامية ونشرت في الجريدة الرسمية حديثا بمعنى أن دورنا كمجلس نواب أن نناقش هذه القضية سأذكرك سعاد سميل وأذكر الزملاء هذه الاتفاقية كانت موجودة في مجلس النواب سبق وأن عرضت في المجلس السابق على مجلس النواب مجلس النواب حالها إلى اللجنة للتأكد أن هذه الاتفاقية لم تلحق خزينة الدولة أي خسار أو أي أضرار وهذا ما أجاب عليه رئيس اللجنة في بداية حديثه يا سيدي اسمعني ما قالوا رئيس اللجنة يدمي القلب يقولوا إحنا اسمعنا من الحكومة واخذنا معلومات من الحكومة أنت كرئيس لجنة الطاقة بدك تتحقق وتطلع عن موقع وتحقق من هذه المسألة مع أني هذه راح أشيرينا راح أشيرينا خليكمل يا زيد مش متأكد مش متأكد رئيس اللجنة يقول يجب أخذ المعلومات من مصدرها إحنا كلجنة يجب أن تصدر المعلومات من عنا وليس نعتمد على قول الحكومة لذلك فإنني أعتقد أن تأخير هذه الاتفاقية لغاية الآن سواء كان هذا المجلس أو أي مجلس آخر أو لجنة يجب أن يكون هناك مسألة للتأخير وأنا مع أن يعتبر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وبحب الحمد لله قد أبو فيصل ما بشد على حاله بقوله الحمد لله على السلامة اللي أجر القصطرة والحمد لله على سلامتك وبكت في ما يتعلق في المادة واحد لأني راح أتحدث في المادة اثنين شيء من التفصيل شكراً نحن نعتمد نحن نعتمد نحن نعتمد يا أستاذ صالح لا تزاود علينا لا تزاود علينا لا تزاود علينا لا تزاود علينا المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونيات للطاقة في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5343 تاريخ 1-6-2015 قرار اللجنة موافقة